السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عبدالسطار النهاردة هنتكلم اول حاجة هنتكلم هو ايه الفايربيز اصلا وتستخدم في ايه وانت تستفاد منها ازاي وما الى ذلك اول حاجة فايربيز قبل كده كانت منجرة ايضابك اونلاين ديباز وانت بتاكسس بها عن طريق sdk في الاي او الاخير جوجل عنايت عنها ان هي اضافت شوات فيتشرز فيها زي الاناليتكس واضافت لها بدل ما ببعت اسمها جوجل كلاود مسجنج بقت فايربيز كلاود مسجنج خليت ان الفايربيز بعد ما كان بروضكت عادي بقى بروضكت كبير جدا هو اول حاجة يعني بيقدم شوات فيتشرز او عملك كل حاجة اللي انت عايزها يعني مسلا ان هو دلوقتي بيقدم لك الابايز لانت تقدر تسجل عليها كل حاجة ويجيلك على طول لو الشاتنج بيبقى اسرع جدا لو انت عايز مسلا تخليه التحلي سواء باللوجن بالا اه بالا بالا اه بالا اه بالا اميل والباسورد او حتى بالجيتهاب او جيميل او فيسبوك وفي نفس الوقت في عندك كلاود ماسرينج وستورج وفيه هوستنج كمال للفايرز والستورج ديت للامجز وفيه عندك روميت كونفجراشن وفيه تستلاب وكاش بوردنج دي فيه حاجات تبقى في البريمين بلان اللي انت بتنتفع فيها بس فيه حاجات كل الحاجات ديت بتبروفايد ان انت معاك لحد ميت يوزر في نفس ذات الوقت يقدروا اكسيزه نفس الحاجة غير كده هيبقى شغال كويس جدا هما اصلا جوجل مختارها عشان هي تبقى جود فور ستارتابس الستارتابس اللي هو اكيد مبقاش فيه مثلا فيه مبقاش في اول شهر بيبقى فيه ميت اكتف يوزر في نفس ذات الوقت بيأكسيزه نفس النود مثلا فدي من ضمن الحاجات اللي هي عملتها ان هي بتسعى ان انت اول حاجة في عندك ميت الفريد البلان ان هي ميت يوزر في نفس الوقت بعد بعد كده في مسلا عندك في بقى ان هي عايز اكتر عايز ده ده اكتر عايز مسلا فتبدأ تدفع بقى اللي هو بيحسب جوجل بيحسب لك انت تاخد قديه وبيت اكسيز سيرفر كم مرة ويحسب لك بقى بحسبة معينة اه كل الحاجات دي كل الفيتشرز ديت موجودة عن طريق مسلا از دي كي حتى كمان الناتفكيشنز اللي عايز تابعة نتفكيشنز عن طريق و اه عن طريق الفاير بيز اه الوقسات جديدة بعد الاي اول اخير يعني ما كانش فيه كل الفيتشرز دي بس بعد الاي اول اخير كل الحاجة اضافت واليو اي والدوكومنتشن كل حاجة تحسيني الطريقة فضيعة انا كنت شغال قبل كده على الفيرجين القديمة كان كان حاجة زي الزفت الصراحة والدوكومنتشن كان زي الزفت واي نعم ما كانش فيه كل الفيتشرز كمان ما كانش فيه صور يعني اصلا انت كنت بتحول الصور لسترينجز اه لبس بس الاربعة وستين سترينجز بعد كده ترفاحها عشان تقدر تحطها هنا او ممكن تبقى ترفاحها على الامجر وتجيب اللينك فكان موار كبير فدوت لأم كل الدنيا كمان وزود لك فيتشرز انك ت تقدر تتعامل معها كل دوت عن طريق از دي كي بسيط ان انت بتدغط اكسز هم الفكرة كل الفكرة اللي هم عاملينها ان انت بدل ما تعمل مسلا انت هم عايزين اه انك تدفلوب اندرويد اسرع فبالتالي ان انت لما اه هتتشغل في الاندرويد ولا هتتشغل انك تعمل هم بقولك لا احنا ليه من تشيرش عبء السيرفز من من وليبقى هي بمجرد هيحطه يقدر يتعامل مع بكل سهولة هو اي نعم بس اه اه مختلفة ان هي هي هيبقى عبارة عن مسلا نودز موجودة داخل بعض فاختلاف انك من الاندرويد سيكوير داتابيز انك هيبقى صعب شوية عبر لما تقدر تعرف ازاي تتعامل مع بس انك لما تتعامل معها هتلاقي الموضوع صري جدا ان انت بش محتاج انك تكارية السيرفز يعني مثلا بيقى فيه سيرفز زي مثلا اللوجين ان انت مش محتاج اصلا تعمل سيرفز بتاع اللوجين لا انت بتديره الايميل والباسورد وهو بقى بيرجعلك اذا كان هو ساكسس ولا ولا فعل بس وهو يعني هنا بيقول لك بقى المميزات الاختيار انه هو كمان ضعف جوجل اناليتيكس جوجل اناليتيكس دي ليه تقدر تحدد اليوزرز بتوعك من انه من انه سيجمينتيشن اعمار كام في الديموجرافك الديه الاكتيف يوزرز وكمان في الاناليتيكس دي كمان ممكن بتقول لك الكراجس اللي حصرت في الابليكيشن او في اليوزرز وكمان بتقول لك كمان مسلا حصرت في انه من اندرويد مثلا 4.4 او 5 او حتى 6 كل ديت وحتى ممكن كمان بتعرف نال موبايل كل ديت في جوجل اناليتيكس جوه بكل بساطة مسلا اهو زي ما احنا لكم نكلم ان هي لو عايزت دوت اا دوت سيمبل كود بالنسبة للفاير بيز بكل بساطة بتعمل اوبجكت من اوثنتيكيشن وعن طريقه بتعمل ساين ان وز اميل اند باسول ديت اا اا فانكشن موجودة داخلية بتديها الاميل والباسول اللي هو عطه وبالتالي دوت بيرجع لك التاسك اا بيرجع لك في تاسك كده التاسك دي زواء ساكسيفور ديت يعني انت تشك هل ان هو نجح ان يخش ولا لأ بالتالي اليوزر هيجيب لك مسلا هيجيب لك ممكن يجيب لك بقى اليوزرززة نفسه اللي هو فاربيز يوزر اللي هو مسلا ان انت عامل ساين اوب قبل كده هيجيب لك بالدو بتاعه و الاميل بتاعه و لو في مثلا ضفوه جديدة ننتجة تقدر تدف ال اا اا النام وال الفوزور ال كمان يعني كل الحاجات ديت بقت في الفاربيز يوزر هو اليو بيدعم ثلاث حاجات بس اللي هو بيدعم ال اي اوس والاندرويد والويب حاليا يعني في حاجات اا مش بيدعمها بس هم بيدعم التالي حاجات ديت مش بيدعم مثلا انو اندليس فانو هادي هم دول الحاجات اه اول حاجة ان انت برضو ان هو اه ستارت بتاعه يبقى اسهل اسهل جدا انت مش محتاج تفدر تعمل اه حاجات كتير على الكود او تضيف جديد لا انت بمجرد بس ما تشترك في البلان بتاعتهم خلاص يبقى كده انت تقدر تسكيل بزهورة انت مش هتهندر حوار السيرفر مين اللي هي اكسس سيرفر ومين اللي مش هي اكسسه او او مثلا قصدي يعني اه عدد كبير والعدد قليل هم هيشيروا كل اللعب ادوات من اندرويد ودي اولادي هيبقى سهل جدا ان انت لما تستخدمه في اي ابليكشن او حتى مسلا المشروع التخرج ده هيساعدك جدا لو انت مش عايز تخش في حوار انك تعمل السيرفر او حتى عايز تلخص ديني في بسيط ان شاء الله انا ممكن احاول او اعمل اه على انك اه بتستخدم الفر بيزز ازاي والاستورج والاير تايم ده ده بيز ان شاء الله وراي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته